إن الأصل في حكم الإجهاد أنه حرام بإجماع الفقهاء خلاص يبقى الحكم العام للإجهاد أنه إيه حرام ما فيش فيه كلام تاني خلاص ماشي طيب نروح بقى للفروع إحنا قلنا ده الأصل طب الفروع بقى إيه حكم الفروع دي نيجي ابن الزنا اختلف فيه الفقهاء فقالوا يجوزوا إجهاده بشرط قال لا يتعدى 120 يوم ما تعدش على الحمل فترة 120 يوم طيب تعالى نروح لخلصنا كلمة الغلط أو بالحرام طيب ناخد بقى الثاني الغلط التاني الغلط التاني ده عندي ليه ثلاث صور أول صورة أن الطبيب الثقة المؤتمن الخبرة يجي يقول لي يا مولانا هذا الجنين يورثه خطرا مؤكدا على حياة الأم في الحالة دي أنت بتديله فتوى الإجهاد بعد ما بتستشير طبيب واثنين وثلاثة يجمعه على رأي واحد فبنقول له اجهد فالمسئولية هنا مسئوليته طبيب وليست مسئوليته عالم عشان الناس دي يجي تقول لك ايه اخبط فرقة بتعالم واخرج منها سالم لا ده كلام غلط لأن كل واحد فينا عارف الحلل فين وعارف الحرام فين غاية الأمر أن الطبيب الثقة الخبرة المؤتمن العالم بيستنير برأيه مش هو اللي بيستنير برأي العالم لأنه هو العالم ما يعرفش وما يدركش وما شافش السنار وما شافش سلاسية الأبعاد ولا ربعية الأبعاد ولا تطلع على التحليل صليتي على النبي الحبيب احنا كده بس هنقف عند الحتة بتاعت انه الست يبقى الخطر عليها هي يبقى خطر على حياتها هي طيب طيب لازم نروح للحتة بتاعت البيبي بقى الجنين بقى لو الجنين في حاجة قويس بس ينزل ويتعالج من الحاجة دي احنا بقى امام صورتين دلوقتي ينزل ويتعالج ويبقى سليما معافا طبيعيا يعيش حياته بسعاده ولا بتعاسه ما خلي بالك ما هو ينزل ويتعالج اقول لك ها ينزل ويتعالج بس هيبقى عنده ضمور هيبقى عنده شلل هيبقى عنده اقول له لا هيبقى عنده مياه في المخ بإجهاض هذا تفتي بإجهاض الأجنة دي ايوة اذا قال اذا قال الطبيب والثقة المؤتمن الخبير العالم اكثر من طبيب ان حياة هذا الولد لن تكون طبيعية وسيعيشه يعاني وسيعيشه يقاسي انا انظر بمنظور الشريعة النظر المفسدة مقدم على جلب المصلحة انا ببص النهاردة الولد ده هينزل يبقى مشقة لكثير اه طبعا ممن هم وراؤه لا مشقة وحمل وكده ده غير كده غير كده ده لو مش مشقة كيف حاله هذا الولد وما نراه في الشوارع لو الأم ماتت وهي اللي بترعى وخلق ولا أخفيك سرا ان كثيرا من الآباء ينفر بل ويترك الزوجة بل وقد يطلقها بل وقد يترك البيت بأكمله ويتزوج ويقيم حياة أخرى بسبب الولد ده انا كان لي صديق في الجامعة لم يكن يعني لم يكن مريضا مرضا يعني بالصورة كان كفيف البصر ومنذ ولادتي وابوه هجر الأم بالكلية وظلت هي معه في نمازج كبيرة ومحترمة نعم 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 انا بوصلك نقطة فما بالك اذا الطبيب قال ان الولد ده هينزل اعزكم الله لا يعرف يتبول ولا يعرف يتبرس وهيبقى عنده مشاكل وهيبقى عنده ومش هيعرف تحر ومش هيعرف ومش هيعرف بس هل ده ولا يقولك لا ده قتل نفس وبعدين فيه فيه بعض الحالات دي ما بتبانش غير بعد المية وعشرين يوم اللي هو الفور دي والفري دي وخلي بالك بردك ما هو كل الأحكام وخلي بالك الرجل اللي قال لي خطر على الأم ده لو بعد المية وعشرين يوم هقول له نزل اللي قال لي خطر على الأم دي يورسه يورسه موتا للأم حقيقيا ثابتا لا غضادة فيه ولا شك فيه هقول له نزله لو بعد المية وعشرين يوم احنا بنتكلم المية وعشرين يوم خلي بالك المية وعشرين يوم ده اللي اسمه الفري يعني ايه الفري اللي حملت بالغلق ما ليش مزاج ليه هل لك تنزل لا 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 اسمعني دار الإفتاء المصرية أباحت أنه ما لم يبلغ الولد المية وعشرين يوم دار الإفتاء المصرية أباحت بأنه يجوز إيجاده وقالت كده في دول كده سبب دلع كده تجهده نعم لكن الإجهاد في الأربعين الأولى أخف من الأربعين الثانية والإجهاد في الأربعين الثانية أخف من الأربعين الثالثة اشتركوا في القناة